خليني بس دقيقتين قبل ما يعني ابتدي اخد المكالمات انه في علاج احبائي لانه غياب الرجاء فعلا بقود الى مأساة بحطم الحياة بخلي الانسان عايش بفكره بمأساته بمعاناته بشقاءه ببؤسه بفقره بظلمته بظروف انه ما عندهش امل الشخص اللي عم بيمشي في المستنقع مش عم بشوف هذا الرجاء فالعلاج والدواء هو بكل بساطة انظر لنهاية الموضوع ما هو نهاية الموضوع ما تتطلعش اوه الغرب رح يروح والشرق راح وشمال افريقيا كده بيحدث وفي تركيا كده لا 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 اتطلع انه في اله مسيطر هذا الاله بيعرف انه كل الامور بيتحكم في كل هذا الكون لكن يمكن عاوز ينفض الكنيسة عاوز ينفضنا حتى نلتجئ لرب الصلاة والطلب وفعلا نثق بمواعيده ونثق انه الله هو القادر على كل شيء يستطيع ان يجري الم يقل يسوع انا هو البداية والنهاية الاول والاخر الم يقل يسوع انا هو الالف واليا البداية والنهاية الكائن الذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء ثق هذا الرجاء انا بحمى اله منتصر اله مش ضعيف انا بحمى اله الكلمة الاخيرة لاله مش لأي مجتمعات اخرى عاوز اقول لك كل مشاهد تمسك بهذا الرجاء انظر الى النهاية النهاية مليارات من المؤمنين في السماء عم بترنم وعم بتسبح الرب يسوع المسيح هذا الرجاء بيجي من خلال الثقة بمواعيد الله الكتابية كلمة الله انا بثق في كلمة الله ووعود الله حتى لو الامور في ضباب او غباش نوعا ما لكن انا بثق في اله حي اله حي شيء اخر المسيح هو مصدر الرجاء تعرف احبائي الرجاء للشفاء الرجاء للحياة الابدية الرجاء من البؤس والفقر والظلمة والشقاء واليأس اللي بسود هذا العالم الرجاء الرب يسوع هو مصدر الرجاء اللي بيعالج مشكلة الخزي مشكلة العار مشكلة الشكاية مشكلة الدمار الداخلي والنفسي مشكلة الرفض عدم السلام وعدم الامان يسوع هو مصدر رجاءنا هو اللي بيعزينا وهو اللي بقوينا شيء اخر اتمتع بغفران المسيح اذا انا بثق في غفران المسيح استطيع ان اغفر للاخرين وفعلا اخذ اتحرر من السجن وتفكي القيود من العبودية ان كان لأحد على احد شكوى كما غفر لكم مسيح هكذا انتم ايضا شيء اخر نحن محتاجين ان نمتلئ من الروح القدس يوميا حتى يقودنا يسيطر علينا يهيمن على حياتنا حياتي مش اسير الظروف المحيطة به ولا القوانين الظالمة ولا المجتمعات اللي بتضطهد ايماني او بتضطهد الاقليات انا ايماني هو في يسوع المسيح بامتالي من الروح القدس بنقاد من الروح القدس ثم احبائي الامتلاء من المحبة محبة محبة الروح محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا لانه يوجد رجاء اشتركوا في القناة